سؤال الرابع بالوزارة طلاب هو القصص عندي أربع قصص بالمنهج كامل أول شي رح نبدأ بقصة Lucky Customer 15 الزبون المحظوظ رقم 50 رح نأخذ الملخص مع القصة تتحدث عن شخصيته أنه هو نشيط خيالي وهذا بيان كريم شخص خيالي كان يقرأ القصائد ويكتب قصائده الخاصة به لأن كريم شخص خيالي كان دائما يقرأ الشعر ويكتب قصائده الخاصة شاعر المفضل هو مظفر النواب فكريم كان كان يدخر النقود لعدة شهور حتى يكون أول شخص يشتري الكتاب الجديد لمظفر النواب لحين صدور الكتاب لما نوصل كريم إلى البوكشوب إلى المكتبة لقى هو كان يتمنى أنه يكون أول شخص يشتري الكتاب لما نوصل للمكتبة تفاجأ أنه طابور طويل يصل إلى خارج المكتبة فهنا كريم رح ينقهر ويضايق لأنه كان يريد يكون أول شخص رح يطلع منجي بالأدفيرت اللي هو الإعلان عن المجموعة الشعرية لكتب النواب اسمها جزر الملح فلما يوقف بالكيو بالطابور يبدأ صاحب المكتبة بدق الجرس ويبدأ كل الموجودين بالتصفيق الحار ويرحبون بكريم فكريم كان متفاجئ لأنه لم يعرف ما يحدث لا يعرف ما يحدث ولماذا يصفوا يقولوا له أنه إحنا حاطين هدية جائزة للزبون اللي يأتي ويكون رقم 50 فإنت لما يجئت وقفت بالسرة صار الرقم مات 50 ورح تحصل هذي البرايز البرايز شنو يا طلاب البرايز he is going to meet النواب رح يلتقي بالنواب فهذا الملخص مع القصة كلية طلاب رح نجي نقرأ بالبداية ونترجم المفردات وصياغ الأسئلة اللي تيجيني بالوزارة كريم went هذا الماضي ما لقو بمعنى ذهب went to المتنبي ستريت ذهب إلى شارع المتنبي and hurried towards الساقي بوك شوب أسرع إلى مكتبة الساقي as he got closer closer بمعنى اقترب عندما اقترب he saw there was a long queue queue اخذناه بالتعاريب بمعنى طابور طابور طويل forming outside the door يصل إلى خارج باب المكتبة outside the door to the shop and his heart sank heart sank هنا تيجي بمعنى انقبض قلبه he had been saving up for months كان يدخر النقود لعدة أشهر and wanted to be the first one to buy the new book أراد أن يكون أول شخص يشتري الكتاب by his favorite poet لشاعره المفضل now he would have to wait in line الآن عليه الانتظار في الطابور as he stood waiting بينما كان واقف بالانتظار the hard working لاحظ لي هنا هذه صفة الكاركتر ما الكريم هو نشيط the hard working school boy pulled the advert for the new book out of his pocket بمعنى أخرج الإعلان من جيبه كريم had read all of النواب's poem قرأ قصائد النواب at least twice على الأقل مرتين هذا رح يجي سؤال يقول لي how many times had read النواب بوهم كم مرة قرأ قصائد النواب at least twice على الأقل مرتين and found them very interesting وكانت ممتعة جدا إذا يجيك true false يقول لك found them boring وجدها مملد قلها false the quiet boy هذه الصفة الثانية quiet بمعنى هادئ فإذا صفتين صارت عندي طلاب hard working بمعنى نشيط وquite بمعنى هادئ spent and most of his free time كان يقضي معظم وقت فراغه reading or writing his own poems في قراءة وكتابة قصائده الشخصية and his parents والدي friends أصدقاء and teacher all said كلهم قالوا he was very imaginative أنه شخص خيالي إذن هذي تلس صفات من صفات كريم hard working quiet and imaginative it was كريم زدريم حلم كريم أنه شي يكون يجي سؤال بالوزاري يقولي what was كريم زدريم to be famous poet أن يكون شاعر مشهور himself one day باريغراف البعدة finally the shop door opened أخيرا فتح باب المكتبة and the owner welcomed the queue all customers in رحب بالزبائن في الداخل when كريم got to the door the shop owner suddenly rang a bell يعني صاحب المكتبة دق الجرس and everyone started clapping clapping بدأ بالتصفيق and cheering ويحيون كريم كريم was very surprised كان متفاجئ why يجي سؤال يقولي لش كريم كان متفاجئ because he didn't know what was happening لم يكن يعلم ما الذي يحدث after a while بعد فترة the shop owner saw كريم's confusion بعد ما شاف ارتباع كريم and explained وضح له you are the 15th customer through the door today قال أنت الزبون رقم 50 اليوم young man there is a big prize هناك جائزة كبيرة for customer number 50 للزبون رقم 50 what is the prize يجي سؤال يقولي what is the prize you will get to meet النواب أنه رح يلتقي بالنواب are you any good at writing poems هل أنت جيد في كتابة القصائد فرح يجاوبك كريم yes I have got note box full of poems يعني عندي دفاتر ملاحظات مليئة بقصائدي الخاصة he felt هذا الماضي ما الفيل شعر a surge of happiness بمعنى كمية من السعادة أو موجة من السعادة as he understood what was happening عندما علم ما الذي يحدث his patience his patience هذه صفة من صفات كريم قلنا اللي هي الصبر his patience was being rewarded بمعنى هذا الصبر وليحسن الحظ أنه لم يكن هو الشخص الأول الذي كان يريد أن يشتري الكتاب the shop owner shook كريم's hand بمعنى صافحة shop owner صاحب المكتبة صافح كريم and said wait here انتظر هنا النواب will arrive in a minute سوف يحضر النواب خلال دقائق here is a free copy هذه نسخة مجانية of his book لكتابه he will sign sign بمعنى يوقع so he will sign it for you when he arrives سوف يوقعها لك عندما يصل النواب arrived to the book shop وصل النواب إلى المكتبة in a minute في الوقت المحدد right on time كريم couldn't believe how lucky he was كريم لم يصدق كم كان محظوظا the poet signed كريم's book وقع الشاعر كتاب كريم and gave him six more copies for his friends and family وانطا ستة نسخ إضافية لأصدقاء وعائلته they spent a long time talking وقضى وقت في الكلام مع مضافر النواب and النواب promised وعده to read some of كريم's poem وعده أن يقرأ بعض من قصائد كريم and give him some advice ويعطيه النصائح on how to publish his own book of poetry وعطاه بعض النصائح عن كيفية القيام بنشر كتابه الشعري هنا طلاب سويت لك المفاتيح مال حلول يعني هذه إذا حفظتها تقدر تجاوب على أغلب أسئلة القصة المفتاح الأول imaginative hardworking and quiet هذا الصفات شخصية كريم مفتاح الثاني twice بمعنى مرتين إذا يسألني يقول لي how many time read the nواب poem أقول له twice الدريم الحلم كريم to be famous poet أن يكون شاعر مشهور والprize الجائزة meet النواب بالأكتيفتي بوك بيج 21 صفحة 21 exercise 2 عندي هذه الأسئلة الإضافية من المنهج الجديد السؤال الأول where does the story take place take place بمعنى حدثت أين حدثت القصة جوابي رح يكون it took place لأنه ماضي رح أجواب الماضي it took place in المتنبي street زي ساذي يصير أقول له إن المتنبي street مباشرة كلش طبيعي تنطيف فقط مكان حدوث القصة بمعنى حزين لماذا كان حزين عندما وصل إلى المكتبة لأنه وجد طابر طويل يصل إلى الخارج what was كريم's dream هذا سؤال with the prize لماذا كان سعيدا بالجائزة because his patience was being rewarded لأن صبره كان مجزيد والأف الأخيرة who هنا سؤال يسأل عن العاقل who is going to read كريم's poem and give him advice منه اللي رح يقص قصائد كريم ويعطيه بعض النصائح رح تقول له النواب promised to read some of his poems أما الأسئلة والأجوبة الطلاب هذه الأسئلة الاعتيادية describe كريم's character صف شخصية كريم هذه أغلب أسئلة الوزارة تجي من هذه الأسئلة وهنا مهمة جدا لأنه هذه الأسئلة تغيرت بهذا المنهج فهذه ممكن تجي يعني أهم من هذه الأسئلة describe كريم's character he is imaginative hard working and quiet هذه الصفات اللي قلنا على شخصية كريم what is the name of the new book كريم wants to buy who was the poet شي اسم الكتاب اللي راد يشتري ومن هو الشاعر island of salt بمعنى جزر الملح الشاعر اسمه مظفر النواب number three what do you think the collection of poems island of salt is about عن شنو هذه القصائد مع الجزر الملح عن شنو تتحدث تتحدث عن homesick homesick بمعنى الحنين للوطن number four why had kareem been saving for month لماذا كان يدخل النقود to buy the new book of النواب لشراء الكتاب الجديد للنواب how many هنا يسأل عن العدد how many times kareem read النواب poems كم مرة قرأ قصائد النواب at least twice and found them very interesting وجدهم ممتعة why did kareem's parents friends and teacher all say he was imaginative ليه كانوا يقولون علي أنه هو شخص خيالي because he spent most of his time reading or writing his own poem لأنه كان يقضي أغلب وقت الفراغ بقراءة أو كتابة القصاعد number seven what was kareem's dream هذا أخذناه أنه حلم kareem to be famous poet why was kareem's very surprise لماذا كان متفاجئ when everyone started clapping and cheering ليش كان متفاجئ لما بدأ الجميع بالتصفيق والفرح because he didn't know what was happening لأنه لم يكن يعلم ما الذي يجري what was kareem's big prize ما هي جائزة kareem he will meet النواب number ten was لاحظ هنا سؤال يبدأ بفعل مساعد was لمن يبدأ السؤال بفعل مساعد هذا يفيدك بالقطعة الخارجية أو قطعة الكتاب يكون جوابي إما yes أو no was kareem the first to buy the latest book هل كان kareem هو أول شخص يشتري كتاب no he wasn't لن تهترى لم يكن لأسفا ميلا بفعل مساعدتك لن تهترى لن تهترى لم يكن لن تهترى لن تهترى يبدأ